موسيقى ثانيا نلاحظ تأكيد وإصرار شديد جدا من تيمية ومن شيخه الدارني على أنه رأى الله وأنه كفر وأنه على أنه رأى الله وأنه كفر الله وأنام وأنام لله حسب التقدير بالنسبة للحركات أو نقول أنه رأى الله ورأى كفر الله ورأى أنام لله وأن القوانين الطبيعية الفيزيائية والانتقال الحراري جرت على الرب لاحظ نلاحظ تأكيد وإصرار شديد جدا من تيمية ومن شيخه الدارني على أنه رأى على أنه رأى الله وأنه كفر الله وأنام لله وأن القوانين الطبيعية الفيزيائية والانتقال الحراري جرت على الرب وإذا رفضت هذا أيها المسلم أيها المتلقي أيها المسلم أيها الإنسان إذا رفضت هذا فأنت كما يقولون تدحف في بولك وأنت قد ادعيت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفرا عظيمة فأنت زنديق كافر تستحق القتل ورمي جثتك في المزابل هذا الآن في ثاني هنا عندي تسلسلات أول ثاني ثالث 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 الأول فيقال لهذا المعارض هم قالوا فيقال لهذا المعارض كم تدحف في بولك أرأيتك إذا ادعيت أن هذه كانت صورة من خلق الله سوى الله أتته تبقى جيدا فيقال لهذا المعارض كم تدحف في بولك أرأيتك إذا ادعيت أن هذه كانت صورة من خلق الله سوى الله أتته لاحظ كيف أنه لا يقبل أبدا أن تقول غير الله أتاه لا الله هو الذي أتاه الثاني أفتت أول قالوا أفتت أول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أجابه صورة غير الله فقال لها يا رب لا أدري لاحظ غير مقبول منك أبدا غير مقبول منك هذا أبدا فقد أتاه الله وراء الله وتكلم مع الله الثالث أم أتته صورة مخلوقة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتا من ربي أن هذا لكفر عظيم ادعيته على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنكرته أن الله أتاه وكلمه ووضع كفه على كاتفه فقد كفرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبرا عظيما الرابع أرأيت سورة أو أية سورة ترعو أمام لها وكفها في كتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتجلى له بذلك ما بين السماء والأرض غير الله لا يوجد إلا الله هو الذي وضع أمام له وكفه في كتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن ذلك لمخلوق أبدا فيثبت يقين أنه قد أتاه الله وتكلم معه الله وأنه عليه وعلى آله السلاة والسلام قد رآه 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 حتى انقطاع النفس الخامس وإذا ثبتت عندكم الرؤية وبهذا اليقين والإطميمان فلماذا في مغالطاتكم ومجادلاتكم الباطلة تحاولون إنكار ما نسب للإمام أحمد أنه قال رآه 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 حتى انقطع النفس ثالثين ويتأكد على ما ذكرناه قبل قليل أقول أنه صلى الله عليه وآله وسلم رؤياه رحي رؤياه رحي وصادقة كفلق الصبح وإنه صلى الله عليه وآله وسلم تنام عيّه ولا ينام قلبه ولا ننسى فتوحات تيمية الخارقة ولا ننسى فتوحات شيخ تيمية الخارقة في اختصاص الأنبياء وخاتمهم الأمين صلى الله عليه وصلى الله وسلم عليهم وعليه وعلى آله في أن رؤية النوم عنده هي رؤية عين وأن رؤية الفؤاد هي رؤية عين فيكون الرب فعلا وصدقا وعدلا ويقينا وجزما قد أتاه ووضع يده وكفه وأنامره في كتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشعر ببردها وتجلى له بذلك ما بين السماو والأرض رابعا نريد إجابة واضحة من التيمية وشيخهم عن أن يوسف عليه السلام فقط يعني ملاحظة بعض الأجوبة يعني صالحة للمورد الذي تذكر فيه ولمورد أخرى فيمكن يعني إتمام الأجوبة بأن تجمع من المورد المتفرقة رابعا نريد إجابة واضحة من التيمية وشيخهم عن أن يوسف عليه السلام هل رأى الكواكب أو رأى إخوته أو رأى إخوته بصورة وهيئة الكواكب أو رأى إخوته متنكيين بصورة الكواكب وهل أن أخوته هم نفس الكواكب التي رأاها أو غيرها فإن كان أخوته غير الكواكب فيكون يوسف قد رأى الكواكب ولم يرى إخوته التفت جيدا فإن كان أخوته غير الكواكب فيكون يوسف قد رأى من قد رأى الكواكب ولم يرى إخوته وإن كان الشاب بالأمرد حتى في الموم التفت جيدا لم نحكي أن نحن قصة يوسف للتنفيه لكم ليس من أجل هذا لا نريد من المستمع من المتلقي أن يبني مجدا لشخص أن يرتبط بشخص أن يمجد الشخص المذهب الإسلام الأخلاق الإنسانية تذبح من هؤلاء الدواعش ومن الفكر التامي أنتم تبحثون عن شخص ومالشخص قال صرقي وحكى صرقي نحن نعطي علم نعطي الفكر نعطي الحجة تامة لتصل هذه إلى الناس ماذا أفعل بكم ما تفعلون به أنا أحرق نفسي بفضل الله سبحانه وتعالى وبنعم الله علي الأعطي ما أستطيع أن أدحظ به حجة الدواعش وأقلل تأثير القتل والتغريب الآخرين وأنتم تتفرجون وتستأنسون أنا لست خطيبا حتى يقضى الوقت في هذا المكان وفي هذه الجلسة يجلس هنا ويخرج مننا ليس عنده شيء ولا يريدون الأشخاص كالحنير تحمل أسفارة وهي لا تفقه أي شيء بحوث توحيدية بحوث فلسفية نحاول أن ننسل هذه بأبسط اسلوب وبأبسط عبارات وبأبسط كلمات وبأوضح كلمات وبأتم حجة وأنتم تتفرجون إنا لله وإنا عليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهل أن أخوته هم نفس الكواكب التي رآها في غيرها فإن كان أخوته غير الكواكب فيكون يوسف قد رأى الكواكب ولم يرى أخوته فإن كان الشاب الأمرد غير الله فقد رأى الشاب الأمرد ولم يرى الله فإذن كيف قال هذا ربي لماذا تتحرير يبني صلى الله عليه وسلم